أهلا بكم لقي شخص مصراه وأصيب عشر الليلة الماضية في عملية قرب مسجد شمالي لندن ووقع الحادث بعد صلاة التراويح مباشرة وقد وصفت رئيسة الوزراء تريزيمي الاعتداء على المصلين بأنه إرهابي ومروع وتعهدت بالتصدي لكل أشكال التطرف في المجتمع البريطاني تحذيرات كثيرة تعالت في الفترة الأخيرة مما يعرف بالإسلام خبيا والخوف من الإسلام لما قد يترتب على ذلك من تصعيد وأعمال عنف فتصبح نتيجة الخوف مما يعتقد أنه إرهاب هو الإرهاب بعينه لتحليل أبعاد ذلك على خلفية حادث الدهسة أمام أحد مساجد لندن ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء دكتور فاضل أهلا بك معنا أهلا بحردك أسنو أحمد نعم دكتور فاضل ابتداء هل تعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء حادث الدهس هو ما يعرف بالخوف من الإسلام الذي انتشر مؤخرا في الدول الأوروبية بشكل عام وفي الولايات المتحدة الأمريكية أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإسلاموفوبيا لم تبدأ في السنوات الأخيرة كما يظن البعض ولا بدأت بعد 11 سبتمبر الإسلاموفوبيا بدأت منذ 14 قرن لمجرد أن بعت النبي صلى الله عليه وسلم فالرهاب من الإسلام أو الإسلاموفوبيا مسألة قديمة وهي هي نفس الأدوات التي تتكرر وهي هي نفس الوسائل التي يستخدمها هؤلاء الجبناء ابتداء من أبو جهل إلى توني الذي دهس الناس أمس وهو على فكرة أحد المتطرفين من أعضاء اليمين المتطرف هنا ومعروف فهم هم يعني يستخدمون نفس الوسائل الأمس كان يوم مشهود لأنه شهد ثلاثة حوادث حادث في فيرجينيا وهو قتل والتمثيل بجثة بنت سنها 17 سنة مسلمة أمريكية من أصل مصري وهمها اسمها سوسنة جزار على فكرة مصرية والبنت عندها 17 سنة ثم بعدها بحوالي ساعة عملية الدهس التي تمت عند مسجد فنسبري بارك وهو مسجد من أهم مساجد لندن وله قصة طويلة على فكرة ممكن أن نكلم فيها ثم بعدها بأقل من ساعة حادث إلقاء مواد حارقة على مصالين أيضا خارجين من مسجد آخر في منطقة كلابام جونكشن اللي هي في جنوب لندن يعني ثلاثة حوادث في حوالي ساعتين حصلت ما بين أمريكا ولندن فده اللي حصل مبارح الحقيقة مسجد فنسبري بارك هو اللي شاهد الحادث الكبير وهو عملية الدهس اللي بالفان بالسيارة الفان وهذا المسجد يعني تلاقي على طول فورا طلعت الصحف مش كل الصحف الصحف اللي خلي بالك بريطانيا أيضا فيها أحمد موسى فيها مصطفى بكري وكده كويس كويس للحقيقة ستحدث فيه ممكن ما كنت سأطرحه من سؤال تالي عليك وهو مسئولية بعض وسائل الإعلام الغربية في تأجيج العداوة ضد الإسلام والمسلمين وفي حتى ازدياد مسألة الرهاب من الإسلام والإسلاموفوبيا هل تتفق مع هذا الطرح؟ منذ ثلاثة شهور جريدة أظن اسمها الصن نشرت على الصفحة الأولى واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين يدعم داعش بعد 24 ساعة بنت من بناتنا محجبة دفعت أمام القطار يبقى من المسؤول طبعا بالتأكيد هؤلاء يوم بعملية تأجيج شديد جدا للمشاعر الموجودة ضد المسلمين يعني الذي دفع البنت أمام القطار هو مش أصلا مجرب وأول مرة يرتكب جريمة طبعا من الذي يدفعها كذا؟ ما هو بينزل يشتري الجريدة يلاقي مكتوب فيها كذا يركب الباص يلاقي واحد بيره هذا الكلام يتفرج على التلفزيون يشوف مش عارف أخبار داعش وأخبار التنجيرات محدش بيوريك جنب الآخر إطلاقا فبالتأكيد يعني مصطفى بكري أحمد موسى موجودين في بريطانيا موجودين في أمريكا موجودين في كل مكان الناس التي تؤجج الكراهية بين الناس وبين الشعوب التي تشجع الناس أنها ترقص على جثث جيرانها هذا موجود هنا أيضا هل تظن أن هناك ناس يعني أن كل الناس تألمت لحدث الداس؟ أنا لا أعتقد ذلك أعتقد أن هناك من استراحى وشعر بالراحة طيب أين الحكومات هنا؟ دور الحكومات في رضع أو إيقاف مثل هذه الصحف أو وسائل الإعلام التي تزيد من الكراهية ضد الإسلام والمسلمين لا هذا عندنا في الوطن العربي أن الحكومات تمنع الصحف هنا الحكومة ليس لها سلطة إطلاقا على الصحف ولكن دورنا نواجه ونقاوم بالطرق القانونية للأسف الشديد إنجلترا فيها مشكلة وهو إنك إذا رفعت قضية رفعت دعوة ضد جريدة أو ضد أي إنسان بتهمت التشهير أو بتهمت إنه هو تسبب في شيء معين وخسرت عليك أن تدفع المصاريف القانونية للخصم أيضا والجرائد دي بتجيب أغلى محنين فبالتالي يجب أن تثبت إن لديك مثلا مليون جنيس ترليني حتى تستطيع رفع قضية زي كده هذا مستحيل فالعدالة الغير التي ليست في متناول الناس ليست عدالة حتى لو العدالة موجودة لكن هناك طريقة أخرى وهي أنك بتشتكي للجان التي تقنن النظم الصحفية وهنا المجلس الإسلامي البريطاني اللي هو المسلم كونسل البريطان نشيد في هذا الأمر ويشكو باستمرار وتقريبا كل إسبوع هناك جريدة تعتذر وتسحب ما كتبته لكن المشكلة هي مثلا واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين يدعم داعش هذا يظهر بالعنوان الكبير على الصفحة الأولى والاعتذار لما يحصل بعد ثلاثة أربع شهور لما الشكوى تمشي وتنجح وكده يحدث الاعتذار في صفحة 15 في باراجراف في ركن الصفحة من تحت هذه المشكلة ولكن أيضا يعني أقدر أقول أن المسلمين في أوروبا بدأوا ينشطوا بشكل جيد في مقاومة الإسلاموفوبيا بدأ أقدر أقول أن بيحدث تعاطف عند كثير من الناس معنا حصل إصرار هذه المرة على مسألة إحنا عايزين نشوف هتتعاملوا مع الراجل ده وعلى أنه إرهابي ولا لأ هتسموا اللي حصل إرهاب ولا لأ الصحف لم تسمي إرهاب ولكن الحكومة هذه المرة سمت هذا إرهاب وأعطت القضية القضية لأقول لكن أعتقد أن البعض كان استاء من موقف الحكومة حكومة تريزيمي أن هي تأخرت تباطأت في وصف ما حدث بالأمس بأننا بصدد عملية إرهابية هل هذا صحيح دكتور فاضل أم لا؟ لا هو مبكر جدا أن نسمع منهم وصف لسه لكن هم بالفعل أعطوا القضية ليحقق فيها قسم في الشرطة وقسم التعامل ضد التطرف والإرهاب فده جيد هذا جيد ما تنسى أيضا أن صادق خان عمدة لندن خرج وقال هذه عملية إرهابية والإرهاب موجود في جميع الخلفيات الثقافية وليس فقط خلفية ثقافية واحدة وده كان جيد أعتقد المرة دي إحنا بنكسب أرض أعتقد المسلمين بيكسب أرض لكن أقولك بقى على المشكلة بتاعت المسلمين في الغرب كل جالية وكل أقلية وراها دول تدعمها يعني في أوروبا اليهود وراهم دولة يهودية اسمها إسرائيل بتدعمهم الأرثولكس في أي مكان في الدنيا في الغرب مثلا وراهم دولة أرثولكسية كبيرة اسمها روسيا تدعمهم البروتستانت وراهم دولة اسمها أمريكا الكاتوليك وراهم محاكزة وراهم فرنسا وألمانيا تدعم الكاتوليك ما الذي يدعمنا؟ إحنا دولنا تقف ضدنا إحنا دولنا تقوم بعملية شحن لهذه الحكومات ضدنا إحنا الجاليات بدل ما دولنا زي يعني مش عايزة أسمي لا أعطينا أمثلة أعطينا أمثلة دكتور فاضل أنا أعيز أمثلة على خطورة هذا الكلام أن دول إسلامية هي من تؤلب على المسلمين في الغرب يعني لا لا هي تؤلب وأنا على علم بذلك وأجهزة الشرطة في هذه الدول وأجهزة المخابرات تتصب أجهزة الشرطة والمخابرات في أوروبا وتقوم بعملية تأجيج وعملية تقليب علينا بدل ما تقف معنا دول مثل من يعني أرجو أن أنا أقول ليه وضع خاص ومش أينفع طيب بتأكيد مصر منهم ده بتأكيد النمر واحد بس أنا أقول بأخذ دول وإحنا عارفينها كلنا طيب لكن أنت لا تعتقد أن الحكومات في الغرب هي تساعد على فكرة يعني الخوف من الإسلام ومن المسلمين وتشويه تستبعد ذلك بشكل عام تستبعد إيه معنش الحكومات الغربية لها دور في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ببعض الممارسات تستبعد ذلك لا أستبعد ذلك ولا حاجة لكن على حسب الحكومة مين اللي بيحكم يعني الحكومات هنا تتغير يعني ما فيش حاسب يقعد 30 سنة في الحكم ما فيش جيش بيحكم دولة من دول لكن بتتغير يعني مثلا في هنا مثلا في بريطانيا منذ سنتين كانت الأمور أفضل لأن كان حزب العمال مشارك في الحكم بطريقة جيدة وكان الأمور أفضل وكانوا بيستشيرونه في ما يخص مكافحة الإرهاب وهذا بعد كده جات حكومة يعني المحافظين هم محافظين شوي زيادة بزيادة فمتحفظين جدا من ناحية المسلمين الآن أنا أعتقد أن إن شاء الله الفترة القادمة ستشهد مشاركة لحزب العمال في الحكومات إن شاء الله في بريطانيا وستشهد انفراجة على المسلمين ستكون هذه انفراجة عايزة أقول لك أنا أنا أكلمك دلوقتي جيريمي كوربين نعم يجلس الآن في فينزبري بارك موسك فينزبري بارك موسك خلي بالك بقى هو المسجد الذي كان فيه أبو حمز المصري زمان صحيح أما الحكومة يعني أجلة المتطرفين من هذا المسجد أعطت هذا المسجد لطيارات إسلامية عاقلة جيدة مشهورة بالوسطية ثم بسبب التقليب السياسي وتقليب الإعلام حدث عملية أيضا يعني تجنيب لهذه الطيارات بعد ما كانت الحكومات العمالية وكده تتعامل مع هذه الطيارات ثم الآن جيريمي كوربين دائما يشهد يعني الإفطارات في هذا المسجد قال إذا جاء ترامب إلى لندن سأدعوه إلى مسجدي مسجد فينزبري بارك وهو الآن يجلس في مسجد فينزبري بارك نوع من التضامن مع المسلمين طيب ماذا عن المسلمين أنفسهم في الغرب هل تعتقد أن بعض الممارسات من قبلهم هي ما تزيد من فكرة الخوف من الإسلام من قبل الغربيين دكتور فاضل أم لا؟ الإسلاموفوبيا لها عدة أسباب من ضمن هذه الأسباب التمثيل السيء للإسلام نحن ممثلون سيئون جدا للإسلام هذا صحيح طبعا لكن هو ليس السبب الوحيد السبب من أسباب الرئيسية هو الكراهية الدينية يا أخي الحبيب الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم أنت بتسمع هذه الكلمة بتشعر بالسعادة بس تخير نصي لا يشعر بالسعادة لما بيسمع هذه الكلام لا يشعر بالتهديد خلاني الكلام صراحة فأيضا هناك عملية ترهيب للناس من الإسلام في محاولة لوقف انتشار الإسلام لمحاولة وقف انتشار نمو الإسلام هذه محاولة هذا من ضمن الأسباب هناك أسباب أخرى أيضا لا التهديد من قبل من قبل أن تذهب لسبب آخر أنت تقول هناك محاولة ترهيب لفكرة انتشار الإسبابيلي من قبل من دكتور فاضل؟ من قبل اليمين المتطرف هو يقوم بإرعاب الناس ويقول لهم كل شيء عندكم سيتغير شكل بلدكم سيتغير وبالفعل شكل أوروبا الآن تغير أوروبا لم تصبح أوروبا البيضاء خلاص أوروبا أصبحت فسايفزاء أنت تتمشي في شوارع لندن هناك أماكن بالكامل أصبحت أماكن وكأنك تمشي في باكستان هناك أماكن أخرى وكأنك تمشي في مثلا بلد عربي وليفت باللغة العربية هناك أماكن أخرى بولندية هناك أماكن أخرى وهكذا فهي نقطة أن أوروبا لم تقعد أوروبا البيضاء الأديمة بتاعة الزمان خلي بالك وهذا شيء خارج نطاق المحدش يقدر يسيطر عليه خارج نطاق السيطرة والثقافات الغربية قادرة على احتواء الثقافات الأخرى والتعامل مع داخل بوتقة واحدة من خلال خبرتك في أوروبا دكتور فاضل أم هناك رفض لهذه الظاهرة بالتأكيد هناك خلي بالك هناك عداء تاريخي نحن نتكلم بين معسكرين كان بينهم عداء تاريخي دورنا إحنا كمسلمين الآن أن إحنا شو بي آخر حبيب لاجب أن إحنا نقدم الإسلام كالماء الماء هو الشيء الوحيد الذي يقدم لك إذا ذهبت أي مكان ويضع على الطاولة أمامك دون أن يسألك أحد أما الشاي والقهوة النسبة تسألك بتشرب شاي؟ بتشرب قهوة؟ لك ما حالتش عمره سألك بتشرب ماء ولا لأ؟ ليه؟ لأن الماء ليس لها لون ولا لها رائحة ولا لها طعم حلو أو طعم يعني مالح لأن هذه هي صفات الماء الماء مكبول من الجميع كذلك الإسلام نحن للأسف الشديد لا نقدم الإسلام بصورة خالصة ولكن نلونه بلنة فالعرب يعربونه والفرس يفرسونه والهنود يهندونه ثم نريد من الناس أن نكبر الناس على هذا إذا أردت أن تكون مسلم لازم تأكل بإيدك مين قال هذا الكلام؟ إذا أردت أنك تبقى مسلم لازم تلبس هذا لازم تغير اسمك لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا هذا خير صحيح يعني أنا أنا بفاهم الناس إذا أردت أنك تبقى مسلم هتبقى مسلم بريطاني مش معنا كأنك تبقى سعودي مش معنا كأنك تتبقى مصري خالص تمام؟ مش معنا كأنك هتتفرج على الجزيرة لأنه أنت ممكن تفرج على السينقين برضو ولكن نحن جزيرة أنا أحب على فكرة أنا لم أقبل هذا اللقاء إلا لأنه على الجزيرة أشتبعها أشكرك أنا مشغول جدا لكن أنا الجزيرة هي قناة تعتي الوحيدة التي أشاهدها طب فكرة دكتور لعل البق يعني ممن لم يعيشون أو يذهبون إلى الغرب وبغطاء الرأس في الشوارع ويعني تركب وسائل المواصلات أو يعني مسلم يرتدي زي مثلا اللي هو خاص بمسلمي باكستان أو مسلمي الهند أو مسلمي حتى الخليج هل الأمر يعني هذا لا يسبب أي إشكالية للغربيين لا يتم التعامل معهم بشيء من التخوف والرهاب أم تخطوا مثل هذه الأمور لا لا للأسف لم يتخطوها ويعني أحيانا بعض الناس تطلع في البرامج تقول لا هذه مش مشكلة والناس متسامحة أنا مش عارف الناس بتحكي على مين وأنا ليه لما أطلع معاك على التليفزيون أنا سيما أجزب لا هناك مشكلة طبعا وبناتنا المحجبات النهاردة هم الصف المواجهة الأول للإسلام أنا لما بمشي بالشارع في ناس تفكرني مسلم وناس تفكرني برازيلي إنما لما بنتي لما زوجتي لما أختي لما تمشي في الإسلام في الشارع بحجبها خلاص الناس عارف أنها مسلمة فبيبقى الصف في الدفاع الأول يعني هم الأخوات والله يا أخي الحبيب أنا كنت أتمنى أن أكون امرأة عشان أكون محجبة ومشي النهاردة بدافع عن الإسلام وبهيئته ما دي هم بيدافعوا عن الإسلام ولكن نحن نريد أن نحميهم أيضا لأن نقول لكل امرأة محجبة إذا رحتي وقفتي تنتظري القطار ما توقفيش أمام الرصيف خلي ضهرك لحائط عشان محدش يدفعك أمام القطار للأسف الشديد بيدينا نقول هذا الكرام للناس للأسف بيدينا نقول للناس النهاردة إن نساء المحجبات وولادنا اللي بينا عليهم هيئتهم أن هم مسلمين لازم يتعلموا وسائل الدفاع عن النفس عشان محدش يحاول يهاجمهم بسلاح أو بغيره ويكونوا مش عارفين يعملوا إيه بالفعل بناتنا في أمريكا الآن كلهم بيتضربوا على وسائل الدفاع عن النفس للأسف الشديد لكن كنا نريد دول تقف ورانا كنا نريد دول تدفع عننا يا آخر حبيب أنا عملت في الأمم المتحدة القطاع الغير حكومي أربع سنوات لا نحن كالأيتام على مئدة اللئام المنظمات الإسلامية في الأمم المتحدة وكل منظمات عندها دول تدفع عنها ودول تحميها ودول ترعى مصالحها طيب يعني اسمح لي في يعني البعض يتحدث يقول أن يجب على المسلمين الذين يعيشون في أوروبا الآن يعني أن يسيحوا في داخل الثقافات الغربية يعني أن يتركوا بعض الأمور الظاهرية الخاصة به الإسلام لكي لا يسببوا إشكالية داخل هذه المجتمعات بما أنهم يعيشون داخل هذه المجتمعات ورادون بهذا الأمر تتفق مع هذا الطالح دكتور فاضل؟ لا لا ما تتفقش معا أنهم يسيبوا أي أمر يخص الإسلام لكن الإسلام نفسه ليس ثقافة هو عقيدة لذلك أقول لك الحاجة إحنا مين مثالنا الأعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسن كان مهاجرا هو ما كانش من أهل المدينة ولما راح المدينة تغير وأراد من المكوية يتغيروا لما عادت السيدة عائشة من كان عندهم فرح ورجع من الفرح فرح نسائي كده فسألها انبسطتوا انبسطنا غنيتوا؟ لا ما غنناش غضب لماذا لم تغنوا؟ الأنصار يحبون الغناء يعني يا مكوية أنتم مش في مكة خلاص أنتم هنا في المدينة وأهل المدينة يحبون الغناء لماذا لم تغنوا؟ أتيناكم أتيناكم واقترح عليهم أغنية كان ممكن تكون لطيفة جدا في الفرح إذن هو يغير من ثقافته المكوية التي لا تحب الغناء إلى ثقافة أهل المدينة الجديدة التي تحب الغناء ولكن بطريقة لا تتعارض مع الإسلام دينك دينك لحمك دمك الدين يجن مرة واحد لكن ديني أصلا يتقبل ثقافات كبيرة كثيرة ليس في مشكلة في الإسلام أصلا المشكلة عندما أصر على أن جزء من الإسلام الهيئة أو طريقة الأكل أو غيره كلها تحر ولكن لا تفرد هذا على الناس طيب يعني أسعود إلى فكرة اللي أنت كنت تحدثت عنه منذ قليل أن بعض الحكومات في الإسلامية أو في البلدان العربية هي من تصدر صورة غير جيدة عن الإسلام والمسلم الحقيقة يعني مثلا عبد الفتاح السيسي في مصر كان يقول يعني أن إحنا لازم نغير من أدأنا ومن بعض الثقافات الإسلامية التي تبدو غير صحيحة وغير منطقية ونغير من قراءتنا للإسلام حتى تقبلنا الآخرين بشكل أو بأخ تتفق مع مثل هذه الإطرحات دكتور ده قل من النصوص النصوص هناك نصوص يجب أن تتغير وكلمة نصوص كلمة خطيرة جدا لأن كلمة نصوص عند الأصوليين هي قرآن والسنة تتكلم في إيه؟ تلع بعدها على طول إبراهيم عيسى تاني يوم قال آه يقصد البخاري الله في المسألة خطيرة جدا أنا أتفق معك في أنه أريد أن أقول لك الأحاجة أنت أقول إحنا بنرصد الإسلاموفوبيا وأن إحنا بنواجه الإسلاموفوبيا في مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام بقالنا أكثر من 15-16 سنة دلوقتي الإسلاموفوبيا انحسرت بعد نجاح الثورة المصرية والثورة التونسية على طول كلمة نجاح أخصب بها يعني الفترة الأولى التي فيها حصل ترحي مبارك وبن علي وكده حصل انحصار الإسلاموفوبيا لأن وجدنا أن من ضمن أسباب الإسلاموفوبيا هو أن هذه الشعوب الغربية كانت تظن أن الإسلام دين الخنوع نعم والخنوع للظلم والكلام اللي كنا ننشره أنه إن جلد ظهرك وأخذ مالك ولازم تسمع وتطيع هذا الكلام الذي لا أصلا له في الدين أصلا ولكن كان يروج من قبل حكام الشيوخ السلاطين لكن لما حصل بقى المؤامرة على الثورات وعلى الربيع العربي وحصل فشل للربيع العربي عادة السيئة مرة للشعوب الإسلامية شعوب خانعة تقبل بإنقلاب عام تقبل عسفة تقبل عيش في الموجود ديمقراطي طيب دكتور عفوا أنا الوقت يكاد يكون انتهى لكن أنا عندي بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عبر مواقع التواصل اجتماعي سأسأل بعضها لكن كل ما أريد منك أن تكون الإجابات سريعة يعني مثلا سؤال الأول بيقول أن الشباب الذين ينخرطون في صفوف تنظيم الدولة في بريطانيا والغرب يعني كيف نفهم هذه الظاهرة شاب يعيش في الغرب مسلم وإذ بك تجده ضمن صفوف تنظيم الدولة ما السبب؟ بص أنا عندي فيديو سبع دقائق موجود على اليوتيوب اسمه هل هناك أمل في التغيير؟ نعم أم لا المسألة هي الآتي كل الشباب قال له توجه إسلامي يريد أنه يحقق حلمه معين وحلمه أن المسلمين حول العالم يعيشوا في سلام ويعيشوا في مظلة عادلة ويتوحدوا وكده لكن هناك نوعين يريد يحاولوا التحقيق هذا نوع يحاول التحقيق هذا بالسيف وأنه يحاول التحقيق هذا بالوسائل السلمية لما نجح الناس اللي بتحاول التحقيق بالوسائل السلمية بعد الثورة المصرية والثورة التونسية ما نجحوا حصل هجرة من مربع العنف إلى مربع التغيير بالوسائل السلمية لأنه جابت نتيجة محدش هجرة زملاء أيمن الزواهري أعلنوا نبذ العنف وشكلوا حزبين إسلاميين اشتغلوا في مصر بمنتهى الندوج الله طيب لما حصل بقى مؤامرة على هذا الفصيل وفشلت الربيع العربي وفشلت سوالات الربيع العربي إذن حصل هجرة أخرى إلى مربع العنف لأن الجماعة اللي بيقولوا عزيزنا غير بالوسائل السلمية طلعوا إيه طلعوا وتم إظهارهم بشكل أن هم أغبياء أو سذج أو أن ما فيش وسيلة إلا وسيلة العنف فحصل هجرة إلى مربع العنف هذا بالتأكيد هناك ناس كانت وقفة مع الوسائل السلمية كانت مع الثورة المصرية والثورة التونسية بتغير بالوسائل السلمية بتدعم حتى الديمقراطية الآن هم في تنظيم داعش هذا شيء تطيعي جدا ردة ردة مش عن الدين ولكن عن الوسائل عن التغيير بالوسائل السلمية للأسف الوقت انتهى لم يتح لنا نحن عليك بعض الأسئلة الأخرى أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعا كنت معي عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا دكتور فاضل مشاهدين الكرام في نهاية المسائية أشكركم أيضا على طيب المتابعة وإن شاء الله نلقاكم غدا في نافذة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته